السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن درس اليوم هو التمدد الجزء الثاني وهو الدرس السادس في الوحدة الخامسة أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إجراء التمدد لتكبير شكل في المستوى الإحداثي إجراء التمدد لتصغير شكل في المستوى الإحداثي نبدأ بالتمهيد تعلمت عزيز الطالب في الدرس السابق أن التمدد هو تحويل هندسي ينقل كل نقطة على طول الشعاع الذي يمر بالنقطة بدءا من مركز ثابت ويضاعف البعد عن المركز بمقدار معامل قياس والآن عزيز الطالب هل يمكنك إيجاد معامل القياس للتمدد الموضح أدناه؟ أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة والآن مع الحل تعلم عزيز الطالب أن معامل القياس R هو نسبة الطول في الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي أي أن معامل القياس يساوي الطول في الصورة مقسوما على الطول المناظر له في الشكل الأصلي وذلك باختيار ضلعين متناظرين وإيجاد النسبة بينهما نختار الضلعين المتناظرين WX و W'X' والنسبة بينهما هي W'X' over WX وبتعويض أطوال الأضلاع ينتج 6 over 2 وبالتبسيط ينتج 3 أي أن معامل قياس هذا التمدد هو 3 والآن عزيز الطالب هل يجب إيجاد النسبة بين جميع أطوال أضلاع المضلع الأصلي وأطوال أضلاع الصورة لإيجاد معامل القياس فكر الإجابة هي لا لأن أطوال أضلاع الشكل الأصلي متناسبة مع أطوال أضلاع الصورة ولذلك فإن النسبة ثابتة ننتقل إلى مثال 2 صفحة 77 من الكتاب المدرسي ما إحداثيات رؤوس صورة الشكل ABCD بعد تمدد مركزه النقطة 0 and 0 ومعامل قياسه يساوي 2 والآن مع الحل المطلوب هو تمديد الشكل ولتمديد هذا الشكل نتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى حدد إحداثيات كل رأس في الشكل الأصلي إحداثيات الرأس A هي 2 and negative 2 وإحداثيات الرأس B هي 2 and 1 وإحداثيات الرأس C هي 4 and 0 وإحداثيات الرأس D هي 4 and negative 1 الخطوة الثانية مدد لإيجاد إحداثيات رؤوس A' B' C' D' كيف كالتالي باستخدام المصطرة نرسم الشعاع الذي ينطلق من مركز التمدد ماراً بالنقطة A إذن عزيز الطالب ماذا يبين المستقيم المنقط في الشكل؟ أحسنت يبين المستقيم المنقط المسافة من مركز التمدد O إلى النقطة A في الشكل الأصلي والنقطة المناظرة لها في الصورة A' ولإيجاد طول القطعة المستقيمة O A' فإننا نضرب معامل القياس في R أي 2 times 1.4 أي أن طول القطعة المستقيمة O A' يساوي 2.8 نعين نقطة على بعد 2.8 من مركز التمدد ونسميها A' هل تعلم عزيز الطالب كيف يمكنك مقارنة المسافة من النقطة A إلى نقطة الأصل بالمسافة من النقطة A' إلى نقطة الأصل؟ نعم أحسنت المسافة من النقطة A' إلى نقطة الأصل تساوي ضعف المسافة من النقطة A إلى نقطة الأصل وذلك لأن معامل القياس يساوي 2 نكمل التمدد لإيجاد صورة بقية الرؤوس نرسم الشعاع الذي ينطلق من مركز التمدد مارا بالنقطة B ولإيجاد طول القطعة المستقيمة O B' فإننا نضرب 1.1 في 2 حيث أن طول O B يساوي 1.1 أي أن O B' يساوي 2.2 نعين النقطة على بعد 2.2 من مركز التمدد ونسميها B' أيضا نرسم الشعاع الذي ينطلق من مركز التمدد مارا بالنقطة C ولإيجاد طول القطعة المستقيمة O C' فإننا نضرب 2.2 حيث أن طول O C يساوي 2.2 أي أن O C' يساوي 4.2 نعين النقطة على بعد 4 من مركز التمدد ونسميها C' وأخيرا نرسم الشعاع الذي ينطلق من مركز التمدد مارا بالنقطة D ولإيجاد طول القطعة المستقيمة O D' فإننا نضرب 2 في 2.1 حيث أن طول O D' يساوي 2.1 أي أن O D' يساوي 4.2 نعين النقطة على بعد 4.2 من مركز التمدد ونسميها D' والآن عزيز الطالب هل تعلم أنه يمكنك إيجاد نقاط الصورة الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل في المستوى الإحداثي بطريقة أخرى وذلك بضرب إحداثيات الشكل الأصلي في معامل القياس كيف كالتالي حيث أنه لدينا إحداثيات الرؤوس A وB وC وD والآن عزيز الطالب هل تعرف ماذا يفيد تحديد إحداثيات رؤوس الشكل الأصلي أولا؟ نعم أحسنت لأنه يجب أن تضرب إحداثيات رؤوس الشكل الأصلي في معامل القياس لإيجاد إحداثيات رؤوس الصورة فإحداثيات الرئيس A هي 2 and negative 2 ولنحصل على إحداثيات صورته بعد التمدد أي A' فإننا نضرب الإحداثي X في 2 والإحداثي Y في 2 فتصبح إحداثيات النقطة A' هي 4 and negative 4 كما هو موضح في المستوى الإحداثي وإحداثيات الرئيس B هي 2 and 1 ولنحصل على إحداثيات صورته أي B' فإننا نضرب الإحداث X في 2 والإحداث Y في 2 فتصبح إحداثيات النقطة B' هي 4 and 2 كما هو موضح في المستوى الإحداثي أيضا إحداثيات النقطة C هي 4 and 0 ولنحصل على إحداثيات صورته بعد التمدد A' فإننا نضرب الإحداثي X في 2 والإحداثي Y في 2 فتصبح إحداثيات النقطة C' هي 8 and 0 كما هو موضح في المستوى الإحداثي وأخيرا نضرب إحداثيات الرئيس D في 2 فتصبح إحداثيات النقطة D' هي 8 and negative 2 كما هو موضح في المستوى الإحداثي الخطوة الثالثة مثل A' B' C' D' بيانيا أي نصل بين النقاط فينتج الشكل A' B' C' D' والذي هو صورة الشكل ABC بعد تمدد مركزه النقطة 0 and 0 ومعامل قياس هو 2 وهنا لاحظ عزيز الطالب أن الشكل الناتج عن التمدد A' B' C' D' أكبر من الشكل الأصلي ABCD إذن يسمى التمدد بمعامل قياس أكبر من 1 تكبيرا لأن الصورة تكون أكبر من الشكل الأصلي والآن عزيز الطالب هل يمكنك إعطاء مرادفا لمصطلح تكبير أحسنت هناك عدة مرادفات منها توسيع زيادة أكبر ننتقل الآن إلى مثال 3 صفحة 77 من الكتاب المدرسي ما إحداثيات رؤوس صورة الشكل PQRS بعد تمدد مركزه النقطة 0 and 0 ومعامل قياسه 1 over 2 والآن مع الحل المطلوب هو تمديد الشكل ولتمديد هذا الشكل نتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى حدد إحداثيات كل رأس في الشكل الأصلي إذن إحداثيات الرأس P هي 6 and 10 وإحداثيات الرأس Q هي 10 and 10 وإحداثيات الرأس R هي 10 and 6 وإحداثيات الرأس S هي 6 and 6 الخطوة الثانية مدد لإيجاد إحداثيات رؤوس P' Q' R' S' أو اضرب الإحداثيات في معامل القياس 1 over 2 وحيث أنه لدينا إحداثيات الرؤوس P Q' R' S فإحداثيات الرأس P هي 6 and 10 ولنحصل على إحداثيات صورته بعد التمدد P' فإننا نضرب كل من الإحداث X والإحداث Y في معامل القياس وهو 1 over 2 فتصبح إحداثيات النقطة P' هي 3 and 5 نعين نقطة عند 3 and 5 ونسميها P' وإحداثيات الرأس Q هي 10 and 10 ولنحصل على إحداثيات صورته بعد التمدد أي Q' فإننا نضرب كل من الإحداث Y والإحداث X في معامل القياس 1 over 2 فتصبح إحداثيات النقطة Q' هي 5 and 5 نعين نقطة 5 and 5 في المستوى الإحداثي ونسميها Q' ونضرب إحداثيات الرأس R في 1 over 2 فنحصل على النقطة R' وهي 5 and 3 نعين نقطة 5 and 3 في المستوى الإحداثي ونسميها R' وأخيراً لنقوم بضرب إحداثيات النقطة S في 1 over 2 فنحصل على النقطة S' وهي 3 and 3 نعين نقطة في المستوى الإحداثي عند 3 and 3 ونسميها S' الخطوة الثالثة مثل P' Q' R' S' بيانياً أي نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم فينتج الشكل P' Q' R' S' وهو صورة الشكل PQRS بعد تمدد مركزه النقطة 0 and 0 ومعامل قياسه 1 over 2 والآن هل تعلم عزيزي الطالب لماذا الصورة أقرب إلى مركز التمدد من الشكل الأصلي الإجابة بسيطة قيمة معامل القياس تقع بين العددين 0 و1 لذا يجب أن تكون المسافة من مركز التمدد إلى الصورة أصغر من المسافة من مركز التمدد إلى الشكل الأصلي وكما تلاحظ أن الشكل الناتج عن التمدد P' Q' R' S' أصغر من الشكل الأصلي PQRS إذن يسمى التمدد الذي له معامل قياس يتراوح بين 0 و1 تصغيراً لأن الصورة أصغر من الشكل الأصلي وهل يمكنك إعطاء مرادفاً لمصطلح تصغير؟ أحسنت هناك عدة مصطلحات منها أصغر تقليص تضييق ننتقل الآن إلى حاول أن تحل صفحة 77 من الكتاب المدرسي ينقل تمدد النقطة L' 3 & 6 إلى صورتها L' 2 & 4 أكمل تمدد الشكل L'MN وسمي الصورة L' M' N' وأوجد معامل القياس وأوجد طول الضلع M' N' أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكراً على المحاولة لابد أنك توصلت إلى إجابة والآن قارن ما توصلت إليه مع الحل والآن عزيز الطالب لإكمال تمدد الشكل L'MN لابد أن نحدد معامل القياس لدينا النقطة L' 3 & 6 وإحداثيات صورتها L' 2 & 4 والتي يمكن تعينها في المستوى الإحداثي كما هو موضح والآن عزيز الطالب هل سيكون معامل القياس أكبر من 1 أم يقع بين العددين 0 و 1 وضح إجابتك أحسنت الإجابة هي بما أن النقطة L' أقرب إلى مركز التمدد من النقطة L لذا يجب أن يكون معامل القياس بين العددين 0 و 1 فإحداثيات الرئيس L في الشكل الأصلي هي 3 & 6 وإحداثيات الرئيس L' هي 2 & 4 وعلينا إيجاد الكسر الذي إذا ضرب في 3 كان الناتج 2 أحسنت إنه الكسر 2 over 3 وأيضا نتأكد من الإحداثي Y فنضرب 6 times 2 over 3 فيكون الناتج 4 وهكذا يكون معامل القياس هو 2 over 3 وباستعمال معامل القياس 2 over 3 نستطيع إيجاد إحداثيات رؤوس الصورة الأخرى N' و M' نبدأ بالرئيس N وإحداثياته 6 & 3 ولنحصل على إحداثيات صورة الرئيس N بعد التمدد فإننا نضرب الإحداثي X والإحداثي Y في معامل القياس وهو 2 over 3 فتصبح إحداثيات النقطة N' N' هي 4 & 2 نعين نقطة عند 4 & 2 في المستوى الإحداثي ونسميها N' ولنحصل على إحداثيات صورة الرئيس N بعد التمدد فإننا نضرب الإحداثي X والإحداثي Y في 2 over 3 فتصبح إحداثيات النقطة M' هي 2 & 2 نعين النقطة في المستوى الإحداثي ونسميها M' نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم فيتكون الشكل L' M' N' والذي هو صورة الشكل L M N بعد تمدد مركزه النقطة 0 & 0 ومعامل القياس يساوي 2 over 3 والآن عزيز الطالب ما معامل القياس أحسنت معامل القياس هذا التمدد هو 2 over 3 أيضاً ما طول الضلع M' N' الإجابة بسيطة لإيجاد طول الضلع M' N' نضرب طول الضلع الشكل الأصلي المناظر له في معامل القياس وبما أن طول الضلع M N يساوي 3 إذن 3 times 2 over 3 وبالتبسيط equals 2 وهو مطابق لما هو موضح في التمثيل البياني للمثلث L' M' N' الذي يوضح أن طول الضلع M' N' يساوي وحدتان والآن عزيز الطالب أريد أن أسألك السؤال التالي حدد طول كل قطعة مستقيمة بعد تطبيق معامل القياس المعطى فمثلاً لو كان لدينا معامل القياس 3 وطول القطعة الأصلية 4 وحدات أحسنت فإننا نضرب طول القطعة في معامل القياس 4 times 3 equals 12 أيضاً إذا كان معامل القياس 3 over 5 وطول القطعة الأصلية 15 وحدة أحسنت نضرب طول القطعة في معامل القياس أي 15 times 3 over 5 وبالاختصار والتبسيط equals 9 أي أن طول القطعة بعد تطبيق معامل القياس يساوي 9 وهكذا يكون قد انتهى درس اليوم شكراً على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن